حققت الدبلوماسية البحرينية نجاحات متميزة في تطوير وتعزيز علاقات مملكة البحرين مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة إقليميا ودوليا وذلك استنادا إلى المبادئ والقيم العليا التي تجسد توجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة مستمرة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الغزراء حفظه الله برؤية سياسية حكيمة ونهج قويم تثب مملكة البحرين في علاقاتها الدبلوماسية الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة بكل ثقة وحضور وفق ما يخطه لها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ربان سفينة الوطن وقائد نهضته الذي وضع لمملكة البحرين مكانتها المرموقة وجعلها بحصافته المعهودة محط احترام وتقدير كبيرين خصوصا في علاقاتها الوثيقة والمتينة مع جوارها العربي والخليجي تحديدا والإقليمي والعالمي بشكل عام وذلك استنادا إلى ما يحمله جلالته حفظه الله من مبادئ راسخة وقيم وطنية وعربية نبيلة كانت ولا تزال محط اهتمام كبار القادة والمسؤولين على مستوى العالم والاتصال على كل حال بالأشقاء والأصدقاء والمحبة ومد يد التعاون هو السر بالمحافظة على كياننا إن شاء الله وما شفتها الفترة أي إنسان إلا يشكر على ما وصلت له البحرين في مختلف الأنشطة طبعا أنتم تشوفون الداخل أكثر منهم وتعرفون النواقص نعمل على تغطية الأمور ونمشي إن شاء الله للأمام جلالة الملك المعظم حامل لواء السلام والمحبة والتآخي اكتسب بتوجيهاته السديدة وقيادته الفذة الحكيمة احتراما كبيرا وتقديرا رفيعا بين قادة دول العالم نظرا لتأكيده الدائم على أهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل تقدم المجتمعات والحفاظ عليها والبناء عليه لتحقيق مزيد من النماء والازدهار لمجتمعاتنا وهذا ما تجسد في مشاركات جلالته العديدة في مختلف المحافل الدولية التي بينت المكانة العالمية التي يحظى بها حفظه الله ورعاه خصوصا في خلال الزيارات الرسمية الخارجية والمشاركات في المحافل والمؤتمرات والاجتماعات التي يحضرها كبار القادة حول العالم ومن أبرزها اجتماعات قادة منظمة الأمم المتحدة واللقاءات مع كبار قادة العالم من ملوك ورؤساء ومسؤولين علاوة على المشاركات في التحالفات السياسية والاجتماعية سفينة البحرين الشامخة التي حزم أمرها وقادها ربان الوطن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه أرسى مبادئها وأوثق مقاليدها وأطلق من بين دواخلها راية السلام والمحبة والإخاء لتعم العالم أجمع حظي بفكره النير ومبادئه البحرينية والعربية والإسلامية الرصينة باهتمام واحترام قادة العالم من شرقه إلى غربه قاد بحنكته الدبلوماسية وعلاقاته الوثيقة مملكة البحرين إلى سدة الرفعة والنماء الشامل في مختلف المجالات وأسس لمرحلة زاهرة من التطور والعمران لاقت اهتماما دوليا كبيرا من قبل ملوك وكبار قادة دول العالم وذلك عبر قنوات دبلوماسية وسياسية متزنة أوصلت رسالة البحرين الأصيلة بكل ثقة واحترام وتقدير اشتركوا في القناة